محمد الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتعلم طريقة وطريقة قراءة السؤال. واساسيات السي بلاس بلاس. في الفيديو البيسيك. طبعا هني ماك يوزر راح نخدم اكس كود وليس الفيديو البيسيك. لكن هنا سلوات جهمة في الاخير. في البداية عنده لازم نسوي المكتب المكاتب هذا شيء اساسي راح نسوي ايو سريم في حالتنا هذي. وراح نحتاج انه باي ديفولت لازم يكتب هذا. استي دي. هذي الستاندر لازم نسوهم. السؤال هو اه كالتالي. ابي اعرف من اليوزر حلو. اذا كان المقاسات تدخلها الويت والهايت. هل هي تعطيني مربع ام مستطيل. حلو. فعشان اني ادخل هذي المقاسات. فاحتاج اني اسوي مقارنة بينهم. if statement. so. اه راح نقول له. اه. user. get from him. the length. and the width. of shape. حلو. and find. cube. or sorry. اه. اه. square. user. or rectangle. حلو. راح نبين شيء ناخذ من اليوزر معلومات. من اقول برامت. or get from user. حلو. اذا هذا عطول. follow that by default. and沒事. وهоры. الحلو. البرامتر. هذه البرامتر. فاذا انا عندي برامتر. البرامتر او ال cozy. هماắ� متغير. حلو طبعا القاعدة لان تعريف اي متغير variable type اللي هو الانتجر variable name حلو نقدر نفصل هذا عشان ننسوه تذي انتج ويت فعندنا الانتجر variable type variable name ال ال الحين نبين ان نقول لحق اليوزر ادخل الوث واللنث رح نقول لها كوت طبعا احنا رح نقول لها انه سوري هذا بالعكس رح نقول لها نقول الحق في ال line هذا نقول لها المسج اللي هني طرشي حق الكمبيوتر عشان يطبع لي اليوزر إضافة كبيرة و كبيرة لكي أستطيع إضافة كبيرة سوف تختلف ن!, يمكنك إضافة ملك ملك تم ثم ملك الكنسول out هذا اخذ من الكنسول حطليها في الـ variable الـ variable الـ then بعدين ابي يحطلي في الـ width وحط semi-column حين رح ناخذ من الـ user length والـ width حين بنشيك اذا كان اهو في خصائص الـ cube ان يكون كل الاضلاع متساوية اما في خصائص الـ cube يكون الـ width غير مساوية الـ height رح نشيك الـ check هو ان رح نفحص حل الاضلاع الـ width والـ length متساوين فاذا نكيوب لكن اذا كان اهو غير ذلك فهو rectangle عشان نسوي check نقول if statement حالة اذا كان الـ length يساوي الـ width نقول لها c out man shape is q square افضل لطريقة حالي و نقول اي شي غير هذا فاذا هو ركتانجل راكتانجل نحن لو نسول ارن املكيشن انسرد لنظر ونظر لذا يمكنني انتكتككككككككككك ونقبد اها 떨لق نقود عمل انتكه الهدف للحص Evangelion راكتانجل نقود نعروف فالسكوير او نقول لها مثلا عشرة عشرة يور وصلا عندنا بريك حق اللاين فالإند لاين اه نفسها باك سلاش عين حق نيو لاين طبعا نقدر نسوي تشيك بطريقة اخرى كل شخص لطريقة نقدر نسوي تشيدي في الحالة بطريقة اخرى وهي انه مثلا اقول لها if length اكبر من ok width او حلو width اكبر من length الحين رح سوي هنا في الحالة الثانية رح تيك اذا في حال كان واحد اكبر من الثاني و غير متساوين رح تلعيش نسي اوت your is rectangle حلو و اقدر اقول else انحنا نعكس العملية فقط ما اني طولتها لكن انعكستها و تحت حط نفس الرزولت بالاخير نقدر نقول هني ها نفسها رح يصير نفس الفونكشنل تشغل طبعا هذي or ما يصير نحط عند هني لين رح يصير في غلط رح يختل الشرط حلو رح يقول عشرة مثل اثنين هم متساوين yours is square خلو نقول مثلا عشرة في عشرين yours is rectangle فنفس الفونكشنل تشغل نكتبها باكثر من طريقة و ايضا هني قدر نكتبها باكثر من طريقة نحدد السؤال نحدد البرامتر من قراءة السؤال و نحدد المسج و ايضا بعدين نحدد المثل اللي رح نستخدمها هل هي calculation math هل هي checking ثم نجد الف 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 هي تحدد لنا shape او square او ركتان يعني هي حددت لنا الف statement ما تخطي نقول هني عشرة في عشرة رح يطلع it's the same thing اا شكرا لكم اا كان معاكم اخوكم يوسف الصالح